هذه الوجوه باتت تحيط بنا في كل مكان على منشوراتنا في وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك على تويتر نلجأ إليها للتعبير عن ردة فعلنا عن مشاعرنا سهل جدا أو للاختصار والسرحة شاطئ منهات في نيويورك وفي هذا الشارع بالذات كل البيوت كانت مدهونة بالأبيض والرمادي والألوان الأخرى المحايدة إلا هذا المنزل مطل باللون الوردي ومرسوم عليه وجهان كبيران من الإيموجي طبعا قال الجيران إن مالكة المنزل قامت بطليه هكذا انتقاما منهم لأنهم فضحوا أمرها عندما أجرته في موسم العطلات وهذا أمر غير قانوني مهد إلى تغريمها بمبلغ أربعة ألاف دولار أعتقد أن الهدف غامض فالسحاب على الفم إشارة شديدة الوضوح لقد تم رسمها عن عمد اشتكت واحدة من الجيران من أن الرموش الكبيرة التي كانت مرسومة على الإيموجي هي رموش تعبيرية لكنها سبق لها أن كانت ورأت صاحبة البيت بينما كانت تضع رموشا إصطناعية كثيفة جدا فهي على هذا الإيموجي بينما كاثرين صاحبة المنزل قالت لا 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 أنا لم أقصد الإساءة لأي شخص انظروا ماذا قالت لقد عمدت إلى هذا الأمر لإعطاء شعور بالسعادة والإيجابية وأعتقد أنها رائعة وغريبة ومرحة فحتى أنا أضع الرموش الاصطناعية أحيانا الرسوم أثارت تعليقات متباينة على منصات التواصل الاجتماعي فرانسيس تقول لك الأشخاص المزعجون باتوا خارج نطاق السيطرة أتمنى أن لا يتكرر هذا من جديد إنه جرافيتي مزعج أما بالنسبة لأليزا خوري هذا لا يعتبر انتقاما بقدر ما يعتبر لفتا نظر للسياح أو ترويجا تجاريا أما بالنسبة لبريستون يقول ليس من شأن أن أتدخل بديهان الناس لمنزلهم إيريك يقول حسنا فعلتم أيها الجيران من الآن فصاعدا ستستمتعون بكل الفضوليين الذين سيأتمون إلى حيكم لأنكم جعلتم هذه القضية تحتل عنوين الأخبار الجدل بشأن الرسومات وصل إلى مجلس البلدية طبعا في شاطئ منهات والتي أصدرت بيانا جاء فيه لا يمنع قانون البلدية الرسوم الجدارية والغرافيتي على الأبنية السكنية مع استثناءات كالرسوم الفاحشة لجنة تخطيط البناء ستستمع إلى مزيد من المواطنين على خلفية قضية الوجوه التعبيرية وستنظر في الخيارات التي يمكن إدخالها على القانون فيما يتعلق بالرسومات الجدارية هناك شخص واحد استفاد من هذا الجدل الفاضي هو فنان الجرافيتي الذي رسم هذه الوجوه على الجدار وقال الوجوه استغرق رسمها ثلاثة ساعات احتلت عنوين الأخبار لم أكن أتوقع هذا إذا راغب أحدكم بالحصول على إيموجي أو رسوم جدارية فبإمكاني التواصل معي ليس ببلاش طبعا شكرا